ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر افتتح المغفور له الملك الحسين بن طلال محطة التلفزيون الأردني في منطقة أم الحيران نتابع هذا الفيديو معنا من دواعي مسرتي واغتباطي أن أتحدث إليكم في هذه اللحظات التي ينطلق فيها التلفزيون الأردني ليكون منارة جديدة للحق والهدى وينبوعا ثرا للفكر والعثان ومع التقلبات الجوية نشر حساب دائرة الأرصاد الجوية مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي أو المنصات بشكل عام تظهر تشكل السيول وهطول أيضا الأمطار في عدة مناطق من جنوب المملكة وذلك في إطار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تعيشها البلاد دائما ويقال ليس هناك أجمل من أن ترسم البسمة على وجه أحدهم وخصوصا عندما يكونوا أطفال الفيديو التالي يوثق لحظة فرحة الطفلة لانا عندما تواجد رجال الشرطة في مدرستها في العقبة حيث نشرت صفحة الشرطة المجتمعية مدرية الأمن العام على منصة فيسبوك مقطع فيديو يظهر لحظة سعادة الطفلة لانا بتواجد رجال الشرطة في مدرستها بالعقبة حيث قام نشام الشرطة بتحقيق أمنية الطفلة بحضورهم في النشاط الاجتماعي في روضتها وهو ما أثار فرحا كبيرا في قلوب الحاضرين وأثنى أيضا المعلقون على هذه المبادرة الجميلة من جهاز الأمن العام الشرطة المجتمعية شكرا للأمن العام شكرا للشرطة وإلى ترند التالي حيث نشر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عبر حسابه على منصة X بمناسبة اليوبيل الفضي يعظم الإنجاز ويستمر العطاء في أردن الخير وتنفيذا لرؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تسلمنا اليوم 48 حافلة جديدة استعدادا للتشغيل التجريبي للباص سريع التردد عمان الزرقاء وأيضا أعلن أن تشغيل تجريبي للباص سريع التردد عمان الزرقاء سيبدأ في الخامس عشر من أيار المقبل وإلى الترند التالي حيث نشرت سمول أميرة غيضاء طلار رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سعدت بحضور إطلاق ورقة سياسات اقتصاديات التدخين في المنتدى الاقتصادي الأردني من أجل وضع حد لظاهرة التدخين المدمرة لمجتمعاتنا وللتأكيد أيضا على ضرورة فرض تطبيق المادة السابع والأربعين من قانون الصحة العامة فورا هاشتاغ الأردن السرطان وأيضا تم ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في المنتدى الاقتصادي الأردني والتي أدارها رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك بالإضافة لنخبة من الاقتصاديين والأكاديميين نقش تأثير التدخين على الاقتصاد الوطني والصحة العامة وتاليا حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عبر موقعها على منصة انستجرام عن موعد بطولة المملكة للرياضات الإلكترونية التي ستقام بتنظيم من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية وأيضا ستمتد من الثاني إلى الحادي عشر من مايو القادم تضم البطولة أحد عشر لعبة مختلفة بهدف اختيار أعضاء المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات الدولية والعالمية أيضا المشاركة مفتوحة للأردنيين من الجنسين وفوق سن السادسة عشر عاما ويمكن التسجيل حتى التاسع والعشرين من إبريل الحالي عبر الموقع الرسمي www.gef.jo ستقام هذه البطولة في مقر الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في عمان وستتضمن أيضا افتتاح أول ساحة للرياضات الإلكترونية في الأردن بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى وإلى علم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبعد الكثير من الاختبارات أصبح من الممكن الآن ركوب سيارة أجرى دون سائق في الصين بفضل أوتو أكس التي أصبحت الشركة الأولى في البلاد التي تقدم رحلات عامة في المركبات ذاتية القيادة دون سائق ومقطع الفيديو التالي يظهر سيدة تقوم بطلب سيارة أجرى من دون سائق هذه الخدمة تتم عبر تطبيق محدد تقوم بطلب سيارة الأجرى فتستلم رقم سري وعند أصولها كل ما عليك هو أن تدخل هذا الرقم السري الذي وصلك مسبقا ليتم التأكد أنك أنت الزبون الصحيح تصعد وتنطلق بك سيارة دون سائق لوجهتك المطلوبة يوم الجمعة في وسط الولايات المتحدة لم يكن كأي يوم عادي حيث هبت عاصفة من الزوابع القوية تسببت في فوضى عارمة وخسائر جسيمة وكان واقعا صعبا يواجهه السكان المحليون توقفت الحياة المعتادة للناس في وسط البلاد حيث استيقظوا على هبوب عاصف الزوابع المدمرة وكانت أغلبها تشتاح مدينة أماها في ولاية نبراسكا ومناطق قريبة منها ومن خلال الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن نرى رعب الزوابع الهائلة وهي تتجول بقوة في السماء محطمة كل شيء في طريقها لم يتوقف تأثير هذه الزوابع عند الأضرار المادية فقط بل تسببت أيضا في إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وفقا لتقارير السلطات المحلية وإلى ترند الأخير وعالم الرياضة وبعد المشادة الكلامية بين يورغين كلوب المدير الفني لليفر بول والنجم المصري محمد صلاح جاء تعليق من كلوب لينهي الجدل المثار حول هذه الحادثة المشهد الذي شهدته مباراة ويستهام يونيتد وليفر بول في الدور الإنجليزي الممتاز كان محل اهتمام واسع النطاق في مشهد يعكس التوتر تبادل كلوب وصلاح كلمات ساخنة قبل دخول صلاح كبديل في الدقيقة التاسعة والسبعين مما أظهرت مقاطع الفيديو توترا ملموسا بينهما وتدخل أيضا لاعبون آخرون لتهديئة الأمور لتفادي تطور الوضع إلى مشاجرة وفي ختام المباراة رفض صلاح الحديث للصحافة مما أثارت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوتر ولم تمر هذه الحادثة مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي إذ عبر كثيرون عن رأيهم في الحادثة كانت هذه آخر الأخبار واللترندات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي محليا عربيا وعالميا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة